ديجلا وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح راجع نفسك باستمرار عد ساعاتك التي تضيع وتتبدد وأنت لا تشعر الذكر الجميل عمر طويل من سعادة العبد المسلم أن يكون له عمر ثان وهو الذكر الحسن وعجبا لمن وجد الذكر الحسن رخيصا ولم يشتره بماله وجاهه وسعيه وعمله وقد سبق معنا أن إبراهيم عليه السلام طلب من ربه لسان صدق في الآخرين وهو الثناء الحسن والدعاء له وعجبت لأناس خلدوا ثناء حسنا في العالم بحسن صنيعهم وبكرمهم وبذلهم حتى إن عمر سأل أبناء هرم ابن سنان ماذا أعطاكم زهير وكان شاعرا وماذا أعطيتموه قالوا مدحنا وأعطيناه مالا قال عمر ذهب والله ما أعطيتموه وبقي ما أعطاكم يعني الثناء والمديح بقي لهم أبدا الظهر أولى البريّة طرًا أن تواسيه عند السرور الذي واساك في الحزن إن الكرام إذا ما أرسلوا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشني إن مع العسر يسرى يا إنسان بعد الجوع شبع وبعد الضمأ ريّ وبعد السهر نوم وبعد المرض عافية سوف يصل الغائب ويهتدي الظال ويفك العاني وينقشع الظلام فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده بشر الليل بصبح صادق يطارده على رؤوس الجبال ومسارب الأودية بشر المهمومة بفرج مفاجئ يصل في سرعة الضوء ولمح البصر بشر المنكوبة بلطف خفي وكف حانية وادعة إذا رأيت الصحراء تمتد وتمتد فاعلم أن وراءها رياضاً خضراء وارفة الظلال إذا رأيت الحبل يشتد ويشتد فاعلم أنه سوف ينقطع مع الدمعة بسمة ومع الخوف أمن ومع الفزع سكينة النار لا تحرق إبراهيم التوحيد لأن الرعاية الربانية فتحت نافذة برداً وسلاماً دقلا وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح